اشتركوا في القناة لكل من شأنه الحفاظ على مصلحة الوطن والمواطنين ترسيخا لمبادئ النزاهة وتأكيدا على أهمية تطوير المسارات العمل للحكومي يسلم ديوان الرقابة المالية والإدارية تقريره السنوية العشرين للسنة المهنية 2022-2023 وشملت أعمال الرقابة التي أنجزها ديوان مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية ليكون هذا التقرير الرقابي واحدا من أهم المنجزات الوطنية في سبيل تنفيذ الخطط والبرامج التي تضمن الإدارة الفاعلة لكافة الموارد ثقة الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء انعكست على جهود منتسب ديوان الرقابة المالية والإدارية وتميزهم بالعمل بكفاءة ومهنية عالية من خلال تبني أفضل الممارسات في الإجراءات الإدارية والمالية وهو الأمر الذي يؤكد حس المسؤولية العالي الذي تبديه مختلف الكوادر الوطنية ضمن فريق البحرين على أداء المهام بأعلى مستويات الكفاءة وبحسب توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتم التعامل بحزم مع كافة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ما يؤدي إلى التوظيف الأمثل للمال العام ويسهم في استدامة الموارد لصالح أبناء الوطن وحقق ديوان الرقابة المالية والإدارية تطورا ونماء مشهودا منذ إنشائه عام 2002 عبر القيام بمهام الرقابة بجميع أنواعها القائمة على معايير عالمية صادرة عن منظمة انتوساي ترجمة نانسي قنقر